اشتركوا في القناة حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حافظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإخلاص والولاء لجلالتكم أيدكم الله وأدام عليكم الصحة والعافية وطول العمر ببالغ الفخر وعظيم الاعتزاز تلقيت برقية جلالتكم أيدكم الله المهنئة بإقرار مجلس النواب بالإجماع لبرنامج الحكومة وما حملته من مضامين سامية يتجدد من خلالها باعث الإصرار ودافع العز لتحقيق كل ما تتطلعون جلالتكم إليه من أجل صالح الوطن وأبنائه وفق أهداف مسيرة التنمية الشاملة بقيادتكم الحكيمة وأجد هذه المناسبة فرصة طيبة لأجدد فيها العهد لجلالتكم بأن أكون على قدر ثقتكم وما كلفتموني به من واجبات ومسؤوليات وطنية بالعزم والإخلاص والعطاء دون حد وأن أواصل العمل تحت قيادتكم مسترشدا برؤاكم في أن يكون المواطن دائما وأبدا في أولوية الاهتمام وغاية التنمية سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حافظكم الله نشهد اليوم مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني بقيادتكم رعاكم الله حيث أن إقرار برنامج الحكومة من قبل مجلس النواب والذي أبدى تعاونا مثمرا ومشكورا خلال مناقشة البرنامج يتطلب جهد وتعاون الجميع من فريق البحرين في كافة سلطات ومؤسسات الدولة لتتواصل مسارات التنمية والتطوير بحو أفاق أشمل وأرحب بإسهامات مخلصة لأبناء الوطن الذين يسطرون قصص النجاح في كل مجال وميدان بطموح لا حد له وإنجاز لا سقف له وسيكون التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دائما كما أردتموه جلالتكم قائما على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقية لصالح الوطن والمواطن نسأل الله المولى العلي القدير أن يحفظكم عزا وضخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي وكافة أبنائه إنه سميع مجيب الدعاء ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي خلالي